السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا لو عندك بصل أخضر فالوصفة دي علشانك ولو ما عندكيش متأكد أنك هتجيبي علشان تعملي الوصفة دي سهلة وبسيطة ومكونات مفيش أبسط ولا أسهل من كده تعالوا بينا على الفيديو نعرف الطريقة بالتفصيل بس قبل ما نروح أتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة نعمل سبسكرايب وشير ولايك للفيديو لو عجبكم طبعا هنقول بسم الله ونبدأ بالمقدير وطريقة التحذير أول حاجة حضرتها معي هو البصل الأخضر محتاجة حوالي نص كبية من البصل الأخضر المتقطعة مكعبات صغيرة جدا بالشكل الانت شايف دلوقتي هنجيب البولة وهنحضر المكونات الجفة الموجودة معي في البولة هضيف كبية وربع من التقيق ويفضل يكون الديق الخاص بالبسكوت أو الكيك علشان تاخدي منه أفضل نتيجة نخلتهم بالشكل ده ودلوقتي هبتدي أضيف المكونات الجفة اللي موجودة معي معي معلقة صغيرة من الخميرة الفورية معلقة ممسوحة نص معلقة صغيرة من الملح وكمان نص معلقة صغيرة من البكينج بودر ومعلقة كبيرة من السمسم لو تحبي طبعا تدفين في النوع دون الوصفات أحب أضيف بزور كتيرة زي بزور الشيئة زي حبة البركة، السمسم حاجات كتير أوه ممكن تتضافل الوصفة دي وهكون طعمها حلو جدا موجود معي كمان نص كباية من اللبن وربع كباية من الزيت أو الزبتة التيبة فضلت أن أضيف زيت عشان تقدر تستخدميها أو تقدر تنفيزيها بمنتهى السهولة وبالمكونات اللي موجودة عندك في الموضوع دلوقتي كل اللي هعمله هقلب المكونات مع بعضك كويس جدا بالشكل الانت شايفيته وهشوف أنا محتاجة دقيق تاني ولا لأ لأن طبعا عارفين أنواع الديق بتختلف فممكن نص كباية من اللبن وربع كباية من الزيت لأنواع دقيق كتير تكون كفاية وأنواع دقيق تانية ما تكونش كفاية فأضطر أحتاج أن أضيف دقيق زي ما أنت شايفة أو أضيف سوائل يعني لو لقيتها نشفة قوي هبتدي أضيف شوية من اللبن لقيتها طريقة هبتدي أضيف شوية من الزيت أنا هنا ضفت كمان ربع كباية من الزيت يبقى كده المكونات اللي موجودة معي كباية ونص من الزيت وهضيف كمان ربع كباية ولكن مش دلوقتي وهقول لك إمن بعد العجينة ما تتلمي معي بالشكل ده هبتدي أضيف البصل الأخضر اللي إحنا سبق وحضرناه مع بعض وطبعا زي ما أنت شايفة إحنا بنلم العجينة أو بندلكها تدليل خفيف مش بنعجينها عجن من اللي إحنا بنعمل به المعجنة بعد كده ضفت البصل وهبتدي برضو تقليب خفيف لحد البصل ما يدخل جوه أنسجة العجينة كويس جدا بالشكل الان شايفة ده لو حسنا البصل كتير تقدر يتقلل الكمية ما فيش أي مشكلة ولكن ما كانش كتير أبدا وكان طعمه أكتر من رائع طبعا بما إننا قلبنا البصل كويس جدا فنزل منه شوية سوائل في العجينة فعلشان نعمل توازن كويس جدا في العجينة ضفنا كمان ربع كباية من الزيت وبعد كده دلقنا العجينة لحد ما وصلت للشكل اللي انت شايفه ده ده كده بيبقى شكل العجينة بتاعتنا دلوقتي هغطيها كويس جدا وهسيبها في مكان دافي تختمر لمدة تقريبا نص ساعة أو ساعة على حسب درجة حرارة الجوي اللي موجودة عندي ده شكل العجينة بعد ما اختمرت زي ما انتو شايفين بعد حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع في فرن دافي كانت وصلت للشكل ده دلوقتي مش هنزل بيها على الرخيمة على طول لا انا هفردها على ورق زبدة لان انا محتاجة اراقها كويس جدا جدا فطبعا ده هيكون صعب اني اشيلها من على الرخيمة لو فردتها على الرخيمة عندي هنا ورقة زبدة طبعا دهنت ورقة الزبدة بالزيت او ضفت على العجينة من فوق شوية من الزيت علشان ورقة الزبدة ما تلزاش عملت كده في ورقة الزبدة اللي من تحت العجينة وكمان اللي من فوق العجينة هبتدي دلوقتي افردها وهرققها جدا جدا يعني كل ما رققتيها اكتر كل ما كانت النتيجة ممتازة ده كده شكلها بعد ما اتفردت زي ما انتو شايفينها وطبعا بما اننا دهنين ورقة الزبتة بالزيت فتشالت بمنتهل سهولة من على وش العجيب شايفين شكل البصل الاخضر فيها عامل ازاي طحفة جدا جربوها فعلا هتعجبكم جدا بازن الله ومكوناتها زي ما شفتوا معي بسيطة جدا جدا دلوقتي كل اللي هعمله اني هساوي الاطراف وبعد ما هساوي الاطراف هبتدي اشكل او هقطعها بالشكل اللي انت تحبيه او اللي انت تفضلي بعد ما قطعتها بالشكل اللي ان شايفها ده طبعا دايما انت شايفها الصمك بتاعها رفيع جدا ولو تقدري كمان ترفعها اكتر من كده هيكون افضل علشان كده بقولك درجة حرارة الفرن وانتي بتسويها هتعتمد على حجم البسكوتة بتاعتك دلوقتي هتشيلهم بمنتهى البساطة او بالراحة جدا طبعا علشان البسكوتة ما تتمطش معي ورصتهم في السجل هتخل الفرن بالشكل اللي انت شايفها دا طبعا انا سويت اطرافها ولميت الاطراف بايدايا علشان تاخد كلها الشكل اللي انت شايفها دا بعد كده هدهنوش البسكوتة بمية او بلبن زي ما انت عايزة او حتى بصفار بيت مفيش اي مشكلة كان عندي لبن ففضلت اللبن لكن لو ما كانش فيه كنت ده انتهى دهنة مية خفيفة كده او من غير خالص برضو مفيش اي مشكلة بعد كده حضرت الشوكة وهبتدي بالشوكة زي بقيت شايفة فتحات بسيطة جدا في نص البسكوتة او في وسط البسكوتة بالشكل ده او بالستكس لو موجود عندك تايل الشوكة موجودة في كل مطبخ فسهل جدا تستخدميها دلوقتي هدخل البسكوتة على فرن سخرة درجة حرارة 180 ومدة تسوية من 10 الى 15 دقيقة على حسب زمك البسكوتة زي ما قلتك ده كده شكله بعد ما خرج من الفرن البسكوتة هايل جدا جدا طبعا كل ما كانت البسكوتة رفيع جدا كل ما ارمشتها كانت سهلة وبسيطة بالنسبة لك لو لقتيها شوية طرية تقدري تحت شوية درجة حرارتها هادية جدا هتسي بيها لمدة دقتين او ثلاثة بعد ما تستوي هتقرمش وتتيكي ارمشة فظيعة بإذن الله تقدري طبعا تكليها مع اي صوص انت بتحبيه صوص جبنة آآ تمية كاتشاب آآ طحينة زي ما انا باكله دلوقتي تحفى جدا في كل حالاته طعم البصل فيه رائع جدا جدا اتمنى فعلا من كل قلب تجربيه متأكدا انه هيعجبك بإذن الله دي كانت وصفتي لكم النهاردة اتمنى من كل قلبكم اعجبتكم لو عجبتكم ما تنسانيش تشير واللايك والسبسكرايب اشعركم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة وضمتم امنين في احلى متابعين